تعالى نبدأ من حيث انتهينا مرات الزمالك وبرامتز النهاردة مواجهة كبيرة جدا واكيد فيه كثير من الحالات سواء لمحمد عواد او الشناوي حابب حراك تتكلم عنه طبعا ما فيه شك ان عواد يعني بيواصل للتقلب يعني معنات الزمالك والنهاردة برضه يعني كان فيه اكتر من حالة العواد وفيه حالة بزي يعني ننكلم عليها بشكل كبير لان الحالة دي يمكن هي يعني كان ممكن يبقى النتيجة واحد واحد الكرة دي في شط الاولان لولادي الكارت بعد الهدف الاول الزمال حالة صعبة جدا طبعا احنا لو كلمنا على حالة دي هنتكلم طبعا الراجل عمل كرة عكسية ناحية التانية هنا بقى عواد فيه عمل حاجة حلوة اوي 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 نرجع بقى تانية عشان نرجع سنة سنة عشان التحرك لازم اتكلم عن التحرك من هناك بالراجل بيعمل الكروس من ناحية التانية بص يا كابتن كريم بقى بص العواد و بص هدوء عواد امشي واحدة 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 بص هدوء عواد وبعدين لما جيت حرك الناحة دي مجاش بقى مجاش على القائم هنا اوي ارجع تاني برضو عشان لازم نوقف معلش مهم اوي دي لا ارجع والرجل بيحط اللي حطها عبدالله حطها بطن رجله بالعرض ايو بس اوقف هو بيحطها بطن رجله لازم نتكلم على هدي كلام كتير اوي بس اوقف هنا بقى اوقف او هو بيحط بطن رجله بس اوقف بقى كده هنا في بطاقة بعض الحراس يا كابتن كريم تبص الحارس تلاقيه جاي من اول مكورة تقعد بالعرض هنا لعبدالله سعيد تبص تلاقيه جاي سبرينت على القائمة الوري وتلاقيه معد القائم هنا صح معد القائم الايسر لعواد عشان فكره انه يفر الزاوية دي انه ممكن عبدالله يشوت حتى لو عبدالله شاط برضو هيبقى الراجل ايه مش بعيد اوي صح هنا لما تحطت بالعرض بص امشي بقى واحدة واحدة كده فريم فريم كده براها امشي كمان 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 هتبص تلاقي عواد متمركز تققيل حد كبير في نص المرمى صح عشان كده لما تعامل معها بالنسبة له ايه طبعا يا فاها سرعة رد فعل يعني فاها سرعة رأكشن من بس البوزيشن بتاع هول خلاها مهم جدا ما احنا قلنا لازم هنتكلم على التمركز صح التمركز مش كويس يبقى عنده مشكلة مصبو هتتصعب عليه فالليسهل الكرة دي طبعا عواد عنده سرعة رد فعل عالية جدا واداء حركي عالي بس الاهم في كل ده احنا بنتكلم على الاداء الحرك بتاعه في الاول ثم التحرك ثم التمركز ثم بعد كده اخر حاجة بيقدي بها اللي هي المهارة صح فعواد ما شاء الله عينه على الكرة كويس جدا جدا كرة تحطت سريعة وجمدة بس عواد كان عينه عشان كده تعامل معها بيديه لاتنين كان ممكن ايد واحدة تيجي في ايده وتخش صح طالما كورف في الحيث بتاعي يا كابتن كريم عارب سيطر بايدالة 2 برافو عليك طالما الحيث قريبة من الحيث بتاعي طالما عند فرصة انها تعامل بايدالة 2 لان ايدالة 2 بتعمل لها يا كابتن كريم بتكبر مساحة الصد بتاعتنا صح يعني ده لما حط ايد واحدة بتاخد مثلا 20 سنتي أو 30 سنتي أو اما حط ايد الاتنين بتكبر المساحة بتاعت الايه ده شرح عظيم فطبعا ايه حالة حالة ممتازة بالنسبة للعواد طيب نشوف اللي بعد ودي الحالة دي فارقة او مع الزباركة ممكن تبقى واحد واحد